اشتركوا في القناة النهاردة هنعمل مع بعض بلوزة بغرزة الشبكة يعني شبه المشتوب اللي عمناه قبل كده بدل المشتوب ببقصير تحت الصدر على طول فاحنا هنطوله شوية فتبقى بلوزة بغرزة الشبكة هنعملها مقاس كبار يعني من سن 15 لحد سن 25 مقاس ده يلبس هستخدم عشان نعمل البلوزة مع بعض قليل سكوتر مجول طبعا الخط ده غاني عن التعريف كنا عارفينه وممتاز جدا وقطن بتاعه حلوة اوي وناعم وطاري زي ما انتو عارفين هستخدم اللون الموف ده درجة اللون 43 درجة اللون 43 واسمه هستخدم معاي 3.5 ممكن تستخدمي 3 3.5 4 برضو ممكن هنبدأ الأول نعمل عدد من نعمل عدة البداية ونعمل عدد من السلاسل بالمقاس اللي احنا عاوزين هنعيد هو اي عدد اي عدد سلاسل تعملي اي عدد تعملي مش شرطي بل اسم على ايه مهم بالمقاس اللي انت يعني بيجيبي المقاس الوسط من تحت كده بنقيس من تحت بنقيس من تحت لانه هنبتدي من تحت ونطلع لفوق فأيو هنقيس من اعرض منطقة من اعرض منطقة لها منطقة الارضايف كده او منطقة الوسط من تحت الوسط تمام هنعيد بقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة عملتهم تسعين سلسلة عملت تسعين سلسلة بالسنطر خمسة وخمسين سنطر تسعين سلسلة خمسة وخمسين سنتر بعد ما تعمل عدد السلاسل انت عايزة وتصلي المقاس انت عاوزها هتحطي ايه دك هنا والزودي خمس سلاسل نزودي الخمس سلاسل بعد ما نوصل المقاس احنا عاوزينه واحد اتنين تلاتة اربعة خمس الخمس سلاسل دول تلت سلاسل ارتفاع العمود بلفة واتنين سلسلة اللي هي مسافة هنلف الخط على الابرة احنا احنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة كلنا احطين ادن هنا هنجي هنا نعمل عمود بلفة في المكان ما كلنا احطين ادن بنعمل عمود بلفة اتنين سلسلة رفو الخيط سيب واحد اتنين ندخل في التالتة عمود بلفة اتنين سلسلة رفو الخيط سيب غرزة التانية ندخل في التالتة عمود بلفة اتنين سلسلة رفو الخيط بنسيب الغرزة الاولى التانية ندخل في التالتة عمود بلفة يعني دلوقتي بنعمل بنسيب غرزتين من تحت ونعمل في التالتة عمود وبن الفو5 بنسيب برضو اتنان مسافة بالشكل دا اهي يابا هنعمل ايه دلوقتي هنسيب غرزتين وفي التالتة هنعمل عمود نسيب غرزتين وفي التالتة عمود وبين العمود والعمود بنعمل اتنين سلسلة جدا لاخر السطر خلص نسطره كله بشكل دا اهي عمود وبنسيب اتنين سلسلة ونعمل عمود في اللي بعد ومن فوق برضه ونعمل اتنين سلسلة مسافة لحد اخر السطر بالشكل ده دلوقتي هعمل او خمس سلاسل دايما هنتفع خمس سلاسل دايما هنتفع خمسة واحد اتنين تلاتة تلاتة دي ارتفاع عمود وبعدين اتنين سلسلة مسافة هنيجي ارتفعنا خمس سلاسل هنيجي هنا فوق العمود عمود بالشكل ده اتنين سلسلة العمود اللي بعده فوق العمود. عمود. اتنين سلسلة فوق العمود عمود. اتنين سلسلة فوق العمود عمود. كده. سهلة جدا لقروز الشبكة بس نتاجتيها في القاءция تبقى جميلة وكده. بنعمل اتنين سلسلة وفوق العمود عمود. اتنين سلسلة فوق العمود عمود. اتنين سلسلة فوق العمود عمود. شغل سترين بالشكل دعا فوق العمود العمود وبين العمود العمود اتنين سلسلة هنجي بقى في آخر السطر هنعمل اتنين سلسلة وهنقف هندلف الفي grams وبهانavoir الغيب في الخطاعة الابرة وهنعيد دي الخمس سلسل بنارتفاعهم هنعد واحد اتين تلاتة هندخل في تالت سلسلة نعمل عمود بلف في تالت تلسلة ما تنسيش مكان الارتفاع هنا هنرتفع ايه? وقلنا هنرتفع خمس ثلاثل دايما. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. ونلف الشغل ونعمل ايه? فوق العمود عمود. اتنين سلسلة. هنا فوق العمود عمود. اتنين سلسلة فوق العمود عمود. لاخر السطرة. هنفضل اتنين سلسلة فوق العمود عمود. اتنين سلسلة فوق العمود. اتنين سلسلة فوق العمود عمود. ونجي في الاخر هنا. هنعمل اتنين سلسلة ونقفل في ثالث سلسلة من الارتفاع ده وعن نرتفع خمس سلسر ونقرر لحد ما توصل للمقاسة اللي انت يعاوز احنا قلنا القيس من تحت نحن عند المنطقة الهانش المنطقة الارداف من تحت تشوف انت بقى ايه مثلا لو لابسة بانطلون او جيب او سكيرتي يعني بتعملي بقى فوق القمر او تحت القمر يعني عاوزين نلبسوه يعني طلعها بلوزق سهيرة او بلوزق طويلة زي ما تحبوا يعني ف هتبقى نقرر في السطور لحد ما نوصل للطول اللي احنا عاوزينه وهقول لكم انا عملت كم سطر وكم سنطي كم سنطي برضو كملت السفوف زي ما شايفين كده بوصول هنا ما تساوي ازاي ام حاجة الغرزة الاخيرة ما تنسوهاش اللي هو الارتفاع وكده كملت السطور بالشكل ده طبعا خلي بالكوا ده مش مقاس اطفال ده مقاس انسات الطول كده كله 40 سنطر 40 سنطر كم سطر بقى عدد السطور 28 سطر يبقى المقاس بالسانطي 40 سانطي وبالسطور 28 سطر بنعدهم كده واحد اتنين كده بالفراغات كده تمام دلوقتي عازين نعمل بقى الكتعة التانية ده الكتعة اللي قدام عازين نعمل كتعة الظهر احنا مش نعمل بقى دي كتعة الوحدها وده كتعة الوحدها لأ احنا هناخد نفس الكتعة دي اهي وهنعمل بقى هنشتغل برده كتعة الظهر فيها برده احنا دلوقتي قبل ما نشتغل كتعة الظهر عازين نحدد منطقة الرقبة اللي هي هتخل فيها الرأس من هنا والكتف بقى الكتفين من هنا خلاص انا هسيب للكتف هنعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تمانية وهحط علامة ومنها حتى نزيهم برضو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية وهجا عند العمود ده وحط علامة كده حددنا الكتف دي بقى منطقة الرقبة من هنا او منطقة الرقبة من هنا لو دوران الرقبة بيع بس اهي كده يبقى من هنا تمانية وهنا تمانية او عسنا من هنا تسعة ومن هنا تسعة لو عايزها اديق شوية خلاص بعد ما حددنا بقى بالشكل ده تحددي دي الكتفين من هنا ودي مكان ما تدخل الرقص هنعمل ايه بقى طب احنا قسناش الخطوة لحاجة احنا بنكمل هاو عادي هنرتفع زي ما بنرتفع عادي خمس سلاسل وهاجي فوق العمود عمود بنشتغل عادي كده لحد ما نحط العلمة اتنين سلسلة وهنيجي فوق العمود عمود اتنين سلسلة وفوق العمود عمود كده احسن ان احنا مقصناش الخيط وكلها بقطعة واحدة احسن ما نعمل بقطعتين ونقعد نوصل فيهم اتنين سلسلة وفوق العمود عمود هاشتغلنا اهي عادي هاو هنعمل اتنين سلسلة وده المكان اللي انا حط فيه العلامة هشيل العلامة وهعمل عمود بس كده الكتف الاولاني عملناه مش عايزين بقى العلامة تاني خلاص عايزة بقى اي ناحية تانية هنا واعمل بقى الكتف التاني هنا بقى هنعمل ايه هعمل عدد سلاسل بنفس هتعدي هتعدي السلاسل هنا كم سلسلة لحد ما كان العلامة هنا كم سلسلة هتعمل بقى سلاسل بنفس العدد ده لحد ما توصل حد يعني هنعدي ازاي مثلا اهو هنعدي كده هنجيب دي كده اهيه نعدي من فوق هنا تبقى واضحة اكتر واحد اتنين تلات اربعة خمسة ستة سبعة وهكذا لحد ما نوصل لمكان العلامة عديت عدد السلاسل لقد تم خمسين سلسلة طبقا مش بعد الغرزة اللي في العلامة الكل اللي قابلها دول من اول العمود اللي انا عملته ده لحد المسافة دي كده هتبقى معي خمسين سلسلة فانا هعمل بقى خمسين سلسلة واحد اتنين تلات اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة ونكملهم خمسين اهي بعد ما اشتغلنا الكتفة اهو وعملت بقى الخمسين سلسلة زي ما شايفين كده هاجي بقى هنا عند العلامة دي واشيلها وهعمل مكانها عمود بلف يعني فوق العمود عمود كده اهي هننجي بقى نعمل اتنين سلسلة وفوق العمود عمود هنشتغل عادي اتنين سلسلة فوق العمود عمود اتنين سلسلة وفوق العمود عمود حد آخر السطر بنعمل اتنين سلسلة وفي تالي سلسلة بندخل لعمل عمود اهي ده الكتف وده مكان الراس وده الكتف التاني هنعمل ايه بقى؟ هنرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هنشتغل بقى عادي كده ارتفعنا خمسة لاسة هنجي فوق العمود عمود اتنين سلسلة فوق العمود عمود بنسلسلة فوق العمود عمود بنسلسلة فوق العمود عمود اهي عادي دي ما نطقيه الكتف هنجي بقى عندي السلاسل اللي كنا بنعملها بنشتغل بقى فيها عادي زي ما اشتغلنا في الاول خال هنعمل اتنين سلسلة وهنفوت واحد اتنين غرزتين ونعمل في التالت عمود اتنين سلسلة وهنفوت غرزتين وفي التالت عمود اتنين سلسلة هنفوت غرزتين وفي التالت عمود نشتغل على السلاسل السلاسل اللي احنا عاملينها. بنعمل اتنين سلسلة ونيجي بنفوت غرزة تانية في التالتة عمول بلافة. كده. من خرص السلاسل كلها. اهي. اشتغلت السلاسل كلها فوق السلاسل كلها. في الاخر هاي اتنين سلسلة ويجيني قابوا العمود ده من الكتف هشتغل فوق ايه عمود. اتنين سلسلة. فوق العمود عمود. تعدي بقى. بعد ما خلصتي السلاسل. هنكمل بقى الكتف برضو. هنكمله عادي. هنا بقى اللي هي بتاعة السلاسل اللي عملناها دي. اهي. اهي دي. هتعدي قبل ما نكمل الكتف. هتعدي عدد المربعات اللي احنا عملناها دي. المقابل ليها نفس العدد ولا لا? يعني مقابل ليها يا بص رم الاول هنا كده. عشان تبقى الدايرة مضبوطة. هيبقى العدد مضبوطة. وشان ما تبقىش زودت هنا في السلاسل. هتلاقي ان العدد اللي هنا من زي العدد اللي هنا. تقومي تشوفي الثلاثة انت منقصة ولا مزودة. هنا. خلاص? يعني هنكمل سطر دلوقتي هي هوضح لك اكتر. احنا دلوقتي نكمل السطر اهو. هنا. فوق كل عمود عمود. نكمل ونشوف. اتنين سلسلة. فوق العمود عمود. اتنين سلسلة. فوق العمود عمود. ايه. دي مسلا الكتعة اللي قدام احنا خلصناه خلاص. وعدينا السطور وقلنا كم السطر وكده لدينا ثمانية وعشورين. هنيجي هنا اه هتعدي بقى عشان قبل ما نكمل الثمانية وعشرون سطر عشان نبقى نفس عدد السطور دي. هتعدي هتبدأي من اول هنا هتعدي من اول هنا. مش من الحتة الصغيرة اللي احنا عملناها اللي بتاعت الكتف. لا. هتعدي السطور من اول السطر ده. قبل ما نكمل السطور هنشوف هنا السطر ده. عدد الفراغات هنا. نفس عدد الفراغات هنا ولا لا. خلاص لازم يبقوا مظبوطين قد بعض. فهتعدي واحد اتنين تلية اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احتواشر وهكذا. تشوفوا من نفس العدد ولا لو بقى نفس العدد كملي. لقتي هنا منقصة او مزودة. زبط العدد عشان يبقى زيكات عدي بالزلط. عددهم ليت기도 تلاتة وتلاتين سطر. عددت بقى اللي هنا برضه. لقيتهم تلاتة وتلاتين فراغ يعني. واحد كده. تلاتة وتلاتين فراغ كده. هنا برضه عددهم لقيتهم تلاتة وتلاتين برضه. كده مزبوط اكمل بقى. لو طلعو كان فيهم اناقص هكدته فوكت السلسل دي وبعدت عددت السلسل دي غلط. لو زايد 입 españ精 برضه نشتغل بقى عادي لحد ما نكملهم نفس عدد السلطور كتعة اللي قدام هنرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ونعمل فوق العمود عمود اتنين سلسلة ونعمل فوق العمود عمود اتنين سلسلة ونعمل فوق العمود عمود اتنين سلسلة وفوق العمود عمود هنمسك بقى الصف كله اتنين سلسلة فوق العمود عمود وبعجل نرتفع ونكرر عدد السلطور لحد ما يبقى نفس العدد تعصيره دي يبقى كده خلصنا الوش والدهر كده خلصنا الوش والدهر ببقرة الخط ما قصناش خالص يعني نفس البقرة عملنا ناحية الامام وناحية الظهر يعني نعملاش دي الوحدة دي الوحدة وبعدين نوصل ونقص في الخيط وبعدين نربط لا كله بنفس البقرة لحد بقى مقصناش الخيط خالص وانا خلصت كتعتين برضو مقصتش الخيط لسه كده اهي القطعة اهي دي المنطقة والكتفة هوا والكتفة هوا دلوقتي فضل لنا نحدد حردة القيبة من هنا ومن هنا عشان بقى نعمل الاكمال كده القطعة اهي من الجنب اهي هنحدد حردة القيبة انا عاوزها واحد وعشرين سنتي هنقص كده من عند الكتف واحد وعشرين سنتي اهي هنا كده هروح هنحطها آآ علامة وخلي كل يعني بص الناحية الصف ده على قصاد الصف ده كده عشان غرص تبقى متساوية اهي واحد وعشرين آآ سنتي تمام ده بقى ده اللي هنسيبه لحردة القيبة ده للاكمام ودي بقى هنسدها هنخيطها وانا سايبها الخيط زي ما هو هو هليجي ده حت تانية برضو وهنقص واحد وعشرين آآ سنتي ونحط العلامة برضو واتأكد ان عدد الفراغات قد عدد الفراغات ههو حت العلامة كده اتأكدي هتعدي الفراغات اللي انت سايبها دي اللي بتاعة الكم هتعديها وتشوفيها قد الفراغات اللي عاملها هنا اللي سايبها هنا ولا لا عشان ما كنت تكون يقصت غلط ولا حاجة كتتزود هنا مثلا هنا بقى 11 هناك يبقى 12 لا تعدي قبل ما اتخيطي عشان ما اتطرشته فكه ويبقاش كومة اوسع منكم دلوقتي احنا كده حددنا اهي هنبدأ بقى نجيب قبلة التنظيف ونلضم فيها الخيط ده انا مقصتش اهو انا عملت بس سلسلة تأمين اهي اخر سطرة هوا بعد ما عملنا آآ اخر عمود بنعمل سلسلة تأمين شوف هنعمل ايه ده الخيط اللي تبقى من 100 جروم ده عشان كوتن جولد ده الخيط اللي تبقى من 100 جروم السلسلة تأمين حكنا عملنا وهنطلع على الخيط كده هناخد بقى الخيط ونلضمه في ابرة التنظيف اهي سواء البلاستيك دي او لو عندك معدن عادي ندخلها في ابرة التنظيف كده وهنبدأ بقى نخيط هنخيط المنطقة دي لحد العلامة بص العلامة هي لحد هنا كده هنسد لحد هنا كده هنضبح ونضحوه من مربع اصاد المربع الخط كده اصاد الخط نضبط الغرز كده ليس تبقى دي اصاد كده يعني دي تبقى هنا ونضبطه في النص لا كده نضبط الغرز ونعمل بقى كل غرزة بالغرزة المقابلة لها اهي كده ونعمل كده حتى نضبط اول الخيط كده ايه غرزة واللقصادها. كده. هفضل بقى اعمل كده لحد ماوصل. هفضل اخيطها كده لحد ماوصل للعليمة بنفس الطريقة. بس ها ما حاجة غرز وصادر غرز كده. تزبطي وانتي ماشي. بس كده خلصنا وحددنا الاكمام. بصوا احنا بصوا خيطناها ازاي اهي. الخياطة نظيفة جدا ومش واضحة اوي. وده ما كان الاكمام وهو هنعمل ب Liam دلوقتي. ب statues ناحية ثانية انا عملتها برضو بنفس الطريقة. اهي. نفس الطريقة ب بابلة التنظيف. طبع احنا دلوقتي مخيطانها على الضهر. احنا دلوقتي هنقلبها على الوش الناحية الثانية. ونشتغل الاكمام. كده احنا كلنا مخيطين على ناحية تتخليها الضهر. الناحية دي بقى هنقلبها كده علشان نعمل الاكمام. الغبناها دي بقى الناحية اللي هي這一 melon هنيجي بقى ده اهو ده تحت القبط كده الحيطة احنا كلنا ملخيط منها هنيجي من هنا كده هنبدأ ان احنا ندخل القيطة انا دخلت اهو سبتت وهنا هندقى بقى نشتغل هندخل مكان ما سبتنا سبتنا بصوا مكان خلطة كده سبتنا هنا هنعمل ايه بقى هنرتفع خمس سلسل ده اول عمود اهو هنعمل فقي عمود بنشتغل زي ما كنا بنشتغل بروزة عادي بس يدهل ما يدور هنعمل اتنين سلسلة وهنيجي العمود اهو فقي عمود اتنين سلسلة فوق العمود عمود اتنين سلسلة فوق العمود عمود اتنين سلسلة فوق العمود عمود كده. وهنشتغل كده لحد ما نوصل مكان ما احنا وصلنا الخط كده. اشتغلت اهي بصوا. ايه. فوق العمود عمود. فوق العمود عمود. بصوا ما تحسيش ان احنا موصلنا خط ولا حاجة اكنا احنا شغالين القطعة كده. ايه. لحد ما وصلت. شغال ده يمدر لحد ما وصلت مكان ما احنا بدأنا. هنعمل اتنين سلسلة. قبل ما تقفلي اتنين سلسلة. ودكتة خمس سلسلة كنا بنرتفعهم. هنجي في تالس سلسلة وندخل نعمل منزلقة. منزلقة في تالس سلسلة. هنشتغل بقى كل السطور كده بنفس طريقة. هنرتفع خمس سلسل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وهعمل فوق العمود. عمود. اتنين سلسلة. فوق العمود. عمود. كده. هنشتغل اتنين سلسلة فوق العمود. اتنين سلسلة فوق العمود. اتنين سلسلة فوق العمود. لحد برضو ما نوصل مكان ما بدأنا. اشتغلت برضو اهي. بصو. فوق كل العمود عمود. اتنين سلسلة فوق كل عمود عمود لحد ما وصلنا مكان ما بدأنا برضو هنعمل بقى اتنين سلسلة وهنيجي هنا واحد اتنين تلاتة في تالس سلسلة ونقفل بمنزبك هنرتفع ايه خمس سلاس واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وبرضو فوق كل عمود عمود اتنين سلسلة فوق كل عمود عمود فوق العمود كده بقى هى اتنين سلسلة فوق العمود اتنين سلسلة فوق العمود لحد ما توصلي مكان ما بدأنا هنا عمود هتعمل اتنين سلسلة قبل ما تقفلي منزلقة وبعدها ترتفع خمس سلاسل حتى ما توصل لطوله كم اللي انتي عاوزين بالنسبة للبلوزة دي انا هعملت له كم كله واحد هيبقى مثلا نازل ديق وهيبقى على واسع لا كله نفس الطول هبقى عملكوا واحد تاني بعد كده ان شاء الله كله نفس الفكرة معدل كم هيبقى ديق ونزل على واسع في الاخر عملتلكوا بقى في اللي بعد ان شاء الله لكن هنا هنعمل كله كم كله بنفس يعني كله واحد كده مش نازل مسلا ديق ويوسع لا كله لحد الاخر بنفس الطول فانا هفضل شغالة كده حتى ما وصلوا الطول المناسب خلصت القم كله بالشكل ده هو عبارة على خمسة وتلاتين سطر لو عدينا السطور هلا خمسة وتلاتين سطر بعيد السطر كده الفراغات خمسة وتلاتين سطر هنجي بقى في اخر القم خالص بنعمل الشكل طبعا بصوا كله نفس يعني مش موسعين كله عرض واحد كده زي ما شايفين مش مسلا نعملين ديق هنا ووسعنا من تحت لأ هبعملكوا واحد تاني هنوسع فيه الكم هيبقى نفس الطريقة وكل حاجة بس الكم هنوسع فيه من الاخر من تحت من هنا اهم وده كله مش موسعين ولا اي حاجة يعني مش تزاد وتنقص ولا حاجة خلص هي نفس عدد السطور كله ده خمسة وتلاتين سطر السبعة انت بتعملي حسب المقاس اللي بتعمليه وطول الكم اللي انت بتعمليه هاجي بقى في الاخر هنا هعمل بقى شكل زخرافة كده او شكل حواف كده بسيطة فستونات كده بسيطة نزين بقى الكم في الاخر بعد ما توصلي للطول اللي انت عاويزا تبدأ بها تعملي كده هرتفع ثلاث سلاسل عملت واحدة هي اتنين ثلاثة بعد ما قفلنا بعد ما قفلنا اخر السطر عملنا ثلاث سلاسل هلف الخطع الابرة نفس المكان هعمل عمود بلف هاجي بقى في العمود اللي بعديها هعمل حشو هرتفع اتنين سلسلة بعد ما عملت الحشو ده كله في نفس المكان هلف الخطع الابرة وهعمل عمود بلف واجه هنا في العمود اللي بعده اعمل حشو وبعدين اتنين سلسلة في الخطع الابرة نفس المكان عمود بلف نعمل فوق الأعمدة هدخل هنا عند العمود اللي بعده اعمل حشو وارتفع اتنين سلسلة نفس المكان بعمل عمود بلف وزوق شكلها كده يعني شكل زخرافة كده بسيطة للكم من من الاخر بدخل هاو العمود اعمل حشو وبعدين نرتفع اتنين سلسلة خليف الخطع الابرة نفس المكان بنعمل عمود بلف نجي العمود اللي بعده هدخل اعمل حشو ارتفع اتنين سلسلة نفس المكان بنعمل عمود بلف نجي بالعمود اللي بعده ونعمل حشو وهكذا لحد ما نخلص السطر كله بعد ما خلصنا السطر كله بالشكل ده بنجي مكان ما بدأنا هنا مش بنقفل من فوق هنا عشان تدينا نفس الشكل اللي هو متدرج ده فاحنا هنقفل من تحت بنقفل من تحت فاول سلسلة احنا بدأناها بقفل بمنزلقة اول سلسلة عملتيها من تحت عشان تديكي الشكل اللي هو متدرج ده بس نعمل سلسلة تأمين ونقص الخيط وبكده يكون الطب خلص معنا او الماشطب خلص معنا زي ما شايفين كده جميل جدا بصه زي خطير والكم وبص الفستونات حاجة بسيطة هي بس داته شكل جميل جدا اهي سطر واحد كده بس بيديها شكل حلو في الاخر يعني مسي بيها سلسل كده اه جميلة جدا اه كمية الخيط اللي اخد احنا كنا مستخدمين كوتون جولد كنا مستخدمين خيوط كوتون جولد زي ما شايفين كده استهلك المقاس اللي احنا عملناه مع بعض ده استهلك 150 جرام كده كده يعني هتشتري الشلتين هياخد الشلة الاولى كاملة والشلة التانية هتخدمينها تقريباً 50-55 كده جرام بالنسبة للطول الكوم احنا قلنا ده كله خلاص قبل كده بالنسبة لطول الكوم طبعاً انا بقى رئيسه مش من اول الكتف خلاص الكتف احنا كنا عاملين كنا سايبين 8 فراغات 1 2 3 4 5 6 7 8 يبقى طول الكوم من اول هنا كده من اول هنا الحد الاخر الكوم نفسه مش بالكتف اللي كنا عاملين في الاول الكوم نفسه 50 سنتر ده المقاس اللي انا عاملين 50 سنتر لو قسنا بقى الكوم من اول الكتف كده دي الفتحة هي من اول هنا الحد الاخر هي لو قسنا من اول الكتف نفسه من الكتف نفسه هلقيه 65 سنتر لكن الكوم نفسه من اول الكتف 50 سنتر تمام كده دي كانت كل المقاسات وكمية الخيط قلناها ونوع الخيط قلناها ودي كانت حلقتنا النهاردة عملنا مع بعض احلى ماشتوب لأي مقاس يعني المقاس دي يلبس مقاسات كتير لو كان الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك ولايك وتفعيل الجرس عشان كل ما ينزل فيديو جديد يوصلكوا اشعر بيه شكراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومستنية رأيكم في التعليقات اشتركوا في القناة